تنظيم الاقتصاد في مجتمع ناركي أو أثناء مرحلة الانتقال الثوري نحو الفوضى ثورة اجتماعية تحررية أساسية إن تنظيم اقتصاد الخلفية التحررية والتوجه والغرض وتطوره وتكشفه يجعل تغييرا جذريا في النظام الرأسمالي ونظام الدولة أمرا لا غنى عنه هذا التغيير يعني بالضرورة الغاء والتغلب على كل من ووضع الأسس الأساسية للاقتصاد الجديد والمجتمع الاناركي أو الاشتراكية الديمقراطية في المسيرة نحوه لن يتحقق المجتمع الاناركي ولا حتى المجتمع الشيوعي التحرري بفن السحر لا في يوم واحد ولا بطريقة متزامنة على المستوى العالمي في مرحلة معينة من التاريخ البشري العالمي لن تكون الثورة الاجتماعية متزامنة في كل بلد في العالم في نفس الوقت كما لا يمكن أن تكون موحدة بناء على نوع أو نمط واحد نظرا للظروف الجغرافية أو المناخية أو العرقية أو الديمغرافية أو التنمية الصناعية أو الثروة الطبيعية أو وجود أو عدم وجود المواد الخام والإمكانيات الزراعية والظروف البيئية والعقلية والثقافة وما إلى ذلك سوف تؤثر على متغيراتها البناء حتى تحت التأثير المحدد للنسغ والتوجه التحرري مما يتسبب في ظهورها وفقا لكثافتها والخصائص المحددة المشاري إليها ليس فقط على المستوى العالمي ولكن أيضا في كل بلد النظام وهيأكله الجديدة في إطار سمات وجوانب متعددة الأوجه ومتعددة ومتعددة بحثا عن تحسين مستمر وتوازن متناغم لكن الخصائص الجوهرية للمجتمع الأناريكي أو الأناريكي والوسائل والإجراءات العملية والفعالة للوصول إليه يجب أن تتجلى بمبادئ توجيهية قوية وواضحة للاستحواذ على الواقع وفتح ثلام عميق فيه بهدف الظهور المثمر للغدا مجانيا بدءا من اليوم يجب أن يكون الهدف من الاقتصاد الليبرتاري الجديد والمجتمع الأناريكي هو حرية ورفاهية كل شخص يؤلفه في بيئة من المساواة للاجتماعية والتضامن البشري ولتحقيق هذه الغاية فإن اختفاء الدولة من جميع أشكال الدكتاتورية رغم تسميتها مؤقتة لجميع المؤسسات الاستبدادية للرأس مالية أمر ضروري الملكية الخاصة بجميع أشكال وإجراءات الاستغلال وإضطهاد الشخص بشخصه من الطبقات الاجتماعية والمراتب والتسلسل الهرموي والامتيازات من الموظف؟ على الرغم من أن الثورة الاجتماعية في بلد ما لا يمكن للأسف أن تذهب في مراحلها الأولى إلى ما هو أبعد من بعض الظروف المحددة التي ستفرض حتما خصائص البلد نفسه والوسائل التي كانت لديه وقت انضلاعه أو حدوثه على الأقل في النظام الاقتصادي نظرا لأن الاقتصاد المدروس عالميا لم يتم إنشاؤه أو تطويره في لحظة منذ اللحظة الأولى مما يطبع بصمته الخصبة وإرادته المحددة بدقة لتحقيق من جانب الأناريكيين يجب أن يكون الاهتمام هو ترجمة أقصى قدر من الموضوعية والإنجازات والتنمية التحررية إلى واقع ويجب أن يكون الشعار الحرية والخبز واللباس والإسكان والثقافة والترفيه للجميع من كل حسب إمكانياته إلى كل حسب حاجته سيكون من الضروري تدمير وإزالة كل العوائق الداخلية وبقايا الماضي من الاستبداد والاستغلال التي تعارض التنظيم الحر للمجتمع الجديد ولن يكون من الممكن الاعتماد كثيرا على التضامن الثوري العالمي الداعم للثورة الاجتماعية للبلود خاصة إذا تم تقديمه بن مطفوض ويسائد محدد كل المساعدات من الكتل المهيمنة دوليا ستميل نحو الأقمار الصناعية ويجب أيضا أن يقال إنه في أي تغيير الثوري عميق هناك فترة من الركود الاقتصادي والتجربة التجريبية وتعديل الهياكل الأكثر ملاءمة للأهداف والغايات المنشودة مما يضع تيار التحول الثورية وقيمته على المحك والقدرة على الإنجاز والبناء ضمان وجود الشركة وحرية عملها من الضروري منذ اللحظة الأولى ضمان الإنتاج والعرض وزيادة الأداء والإنتاجية دون استغلال الطبقة العاملة المنتجة دون استنفادها وعدم حبسها في تنفير معايير العمل الانتصار الفوري للثورة الاجتماعية والتواطيدها والمراحل المستقبلية للطورها التدريجي سيعتمد إلى حد كبير على تدريب العمال الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والأيديولوجي على ما يمكن أن نسميه قدرة الثورية وتحرارية محددة بشكل فردي وعالمي اعتبر يجب أن يكون العمل الأساسي للنظام الجديد هو الشخص الحري الواعي بذاته لا يوجد نوع من الاقتصاد بالفعل التخلص من كل ما في وسعه لنفترض أن النظام الرأس مالي والدولة متكافئ مع السلطوية هدفنا هو العيش بحرية والقيام بكل ما هو ممكن حتى يتمكن الجميع من التمتع بها والتمتع في ظل ظروف متساوية بمقدار الأرض والطبيعة والجهد التضامني الذي يمكن أن يوفرها الجميع دون تمييز استقبال واسع للفوضوية الاجتماعية وللأسباب نفسها فإن مفهومنا للاشتراكية المتكاملة عن الاشتراكية الديمقراطية هو مفهوم واسع وغير شامل وليس أوحادي الجانب ولا موحد في إمكانياته وطرائقه للتطبيق العملي الأشكال الأخرى للتنظيم الاجتماعي سواء كانت تعاونية أو جماعية أو تعاونية إلخ بشرط استبعاد جميع جذور لاستغلال منها إن حرية تجريب الطرائق الاقتصادية الأكثر عدلا وكفاية لتلبية احتياجات الإنسان وضمان أقصى قدر من الحرية والرفاهية القصوى للناس يجب أن يكون لها مسار مفتوح في المجتمع الأناريكي ومحاولة بطبيعة الحال جعلهم يذهبون حفل مشترك مع التعايش بين الكل والنظام العام القائم على الاتحاد الفيدرالي للمنتجين الأحرار والمستهلكين المتضامنين حرية التجريب التجريب والتعايش بين أنماط النوع الاجتماعي التبادلية الأناريكي برودون الفوضويون الجماعيون الأناريكيون بكيون آر مل الشيوعيون التحرريون أو الشيوعية الفوضوية الأناريكيون كروبوتكن مل تيست التعاونيون غير التجاريين إلخ على المستوى المحلي أو المحلي أو الإقليمي أو الوطني قد يكون من الممكن ضمن النظام الليبرتاري حماية المبدأ الفوضوي المناهض للسلطوية المستقل بشكل اساسي والفيدرالي وخاصة إذا كان مفهوما كما هو منطقي التحرري أن التطور البشري وتطور الأشكال الاجتماعية لا يتباطئ ولا يمكن اعتبار أي بنية اقتصادية نهائية وغير قابلة للتغيير من أجل خلق المزيد من الحرية دائما والمزيد من الرفاهية والمزيد من وفرة كل شيء والمزيد من الكمال والظروف المثلة للتطور الكامل للفرد والمجموعة الاجتماعية والجماعة البشرية يجب أن يكون هذا هو التوجه والغرض من المجتمع الأناريكي منظمة اجتماعية واقتصادية تحررية أسكتشات اجتماعية واقتصادية لبرتارية لا يمكن للاقتصاد أن يتطور بدون قاعدة اجتماعية وحيثما وجد الإنسان أو الجماعة ينشأ المجتمع من نفس التعايش يتم تقديم الأحتياجات مع مطالبها غير القابلة للاستئناف حتى من خلال نفس النظام البيولوجي البسيط والطبيعي وتتجلى في المستوى العامي وتتجاوز المجموعة الجماعية وتجعل الناس يرون أنفسهم في واجب البحث عن نظام أو مبدأ تنظيمي للقيام متوافقة على الأقل مع التعايش البشري نفسه سواء استنادا إلى اتفاق أو عقد مقبول ومقبول عن وعين يتم تطبيقه الطواعية في المفهوم الأناركي على الأقل في المفهوم الذي يعترف بالقاعدة المنظمة من خلال ميثاق حر فإن الشيوعية التحررية هي النظام أو الآلية البنيوية التي تجعل تكوين المجتمع وتطوره أكثر قابلية للحياة على أساس المسلمات النقدية المفسرة بواقعية واضحة دون غموض من معنى ومحتوى هؤلاء أساس المجتمع الجديد الكومونة الحرة حجر الزاوية أو الخلية الحية للتنظيم الاجتماعي الليبرتاري الجديد بالنسبة لنا بالإضافة إلى الفرد والجماعة والجماعة والاتحاد هو الكومونة الحرة يمكن للكومونة الحرة التي يتألف منها كل فرد من المواطنين أن تقوم بوظيفة التنسيق الاجتماعي العام في الجانب الإداري ببساطة ليس من سلطة أو مؤسسة سياسية لكن للخدمة الاجتماعية على المستوى الإقليمي المحلي يجب أن تتوافق وظائفهم مع تلك القرارات والمقررات التي اتخذتها المجالس المجتمعية الحرة نفسها بالتراضي من التنظيم المجتمعي يجب إبعاد كل استبداد وكل بيروقراطية يجوز تشكيل إتحادات المقاطعات والإقليمية والوطنية للكوميونات الحرة على المستوى العام لبلد ما أو منطقة جغرافية وعرقية محددة واتحادها دوليا يجب على الكومونة إلا تركز في حد ذاتها على السلطة السياسية والقوة العسكرية الأقل والتي يجب أن تختفي على الإطلاق ولا حتى قوة الثورية يجب إلغاء كل سلطة سياسية ولا ينبغي لأحد أن يمارسها كما لا ينبغي أن تكون هناك ملكية اقتصادية في الكومونة مما يجعل مصطلحها الجغرافي والتاريخي عبارة عن محمية مغلقة أو إقطاعية يجب أن تكون كل كومونة منفتحة على التضامن وممارسته واتلقيه على أساس المبدأ القائل بأن جميع الثروات الطبيعية أو المخلوقة أو المصنعة وجميع المنتجات أو الأدوات أو السلع المادية هي تراث مشترك وتبقى تحت تصرف الجميع ويتم تنظيم حق لانتفاع بها بموجب القواعد الجماعية المنشأة بحرية واطواعية الاتحاد الثورية ووظائفه إن الكائن الحي الذي يمكن أن يضمن بشكل أفضل تنظيم العمل ووظيفته في المجتمع الاشتراكي الاشتراكي هو النقابة النقابية الثورية المكونة منع مال أحرار من الصناعة والحقول والمنماجم والمختبرات والمراكز البحث والبحث في التخصصات الفنية النقابات مجمعة حسب الفرع وصناعة في الاتحادات المحلية والمحلية والإقليمية والوطنية والدولية ويديرون بشكل مباشر تحت سيطرتهم المسؤولة المصانع والورش الحقول المناجم الموانئ المعاهد العلمية والتكنولوجية هم هيئات قادرة على ضمان إنتاج جميع الأشياء والأشياء الأساسية للمجتمع ومكوناته وفقا للاحتياجات أنهم يشعرون أنفسهم ويقدمون أنفسهم سعيا وراء هدف خلق الوفرة مع مساهمة كل فرد في الجهد المشترك وفقا لقوتهم وقدراتهم وبدون استغلال أي شخص أو أي انتياز يجب النظر في جميع المواد والموارد الاقتصادية والتقنية والمواد المصنعة والمنتجات الزراعية والحيوانية والصيد وما إلى ذلك وإتاحتها للجمهور من خلال الوكالات المناسبة والأنسب للتوزيع والتبادل والتوزيع الأكثر إنصافة يمكن أن تتشكل اتحادات النقابات منفئات الإنتاج سواء كانت صناعية فلاحية إلخ أو خدمات عامة خدمات بريدية اتصالات نقل وغيرها على الثورة للاجتماعية مع اختفاء البراجوازية والبنى الرأسمالية والسلطوية أن تؤسس نظاما اقتصاديا جديدا والذي سيتضمن بالضرورة طرائق أخرى للعمل وتعديلات التصنيع وإعادة التحولات المهنية وتخصصات مختلفة للإنتاج لا يجوز للنقابات العمالية حسب المهنة أو الصناعة أن يكون لها سلطة سياسية أو ملكية لمصنع أو آلات أو منتجات مصنعة لا يجب السماح للملكية النقابية بتجذر في المجتمع الأسلطوي أيضا يجب أن تستند الإدارة الذاتية إلى ضمان التنظيم الأفضل والأكثر عقلانية للعمل ووظيفة الإنتاج التي يتحكم فيها شعور عال بالمسؤولية الفردية والمهنية الواعية وطوعية سيتم تعيين لجان أو لجان الإدارة الذاتية للمصنع أو الشركة أو ورشة العمل أو المجتمع المنتج مباشرة من قبل الموظفين العاملين فيها وتخضع للتجديدات الدورية وتكون قابلة للإلغاء يجب طريد البيروقراطية من اللجان وفي كل مكان لا ينبغي تحت أي ظرف من الظروف منح نفس الموظفين الفنيين أو المتخصصين وضع القيادة نعرب عن أنفسنا ضد قبول مبدأ كل السلطة للنقابات مثل منحها قيادة التوجيه لأي شخص فني أو متخصص مسؤول عن وظيفة والذي يجب أن ينظر إلى العمال الآخرين على قدم المساواة أخلاقي وفعال المنتجين الذين يتعاونون في عمل شركة مشتركة في خدمة الصالح العام التوزيع والاستهلاك يجب أن لا يكون الغرض من التنظيم الاجتماعي الذي ندافع عنه وندافع عنه هو المنفعة أو الربح الصناعي أو التجاري الذي يتم التلاعب به أو احتكاره من قبل أي مجموعة أو عشيرة أو كيان أو هيئة ولكن الصالح العام داخل الاتحاد أو اتحاد الكوميونات حرة ومتضامنة من ناحية أخرى نحن نفهم أن الأشكال والآليات الاقتصادية للمجتمع الأصل طوي لا ينبغي أن تكون مغروسة في درع جامد في نظام موحد وهياكل ثابت احتراما لمبدأ عدم الاستغلال المتمثل في مجتمع الثروة وسلع والأرض والآلات والمنتجات يجب توفير كل شيء والاستهلاك والاستخدام الفردي والمشترك وهكذا فإن الحرية والخبز والثقافة والاستقلال في إطار الوحدة والتضامن ستكون مضمونة وانضمونة بشكل أفضل للجميع قد يتم ضمان التوزيع العام المنصق وتجزء للمنتجات الزراعية والمصنعة من قبل جمعيات أو اتحادات المستهلكين بناء على مستودعات التوريد وتوريد الجملة حيث يجوز الانقابات ومجتمعات الانتاج توريد المنتجات وإداعها ومن خلال التعاونيات الاستهلاكية والمخازن أو مراكز التوزيع بتجزء المؤهلة المعفاما جميع الأنشطة التجارية منظمات الثورة الجماعات يمكن أن تكون تجمعات الانتاج وحتى مجموعات الانتاج والاستهلاك المختلطة وخاصة في الزراعة والبيئات الريفية والفلاحية عاملا هاما بين الوسائل المناسبة والفعالة للاستقرار وتطوير الاقتصاد الجديد ككائنات حيوية العمل على مبدأ التعاون الحر في الاقتصاد التضامني الجديد دون التجارية أو توافق كتعبير عملي وفعال عن الادراك الجماعي الشيوعي الأناريكي الحي يمكن تقديم تلك الجماعات من النوع اللي بطاري خلال الثورة الأسبانية في حالة معينة من الواقعية التاريخية المتعالية والتي تظهر ككائنات فعالة لضمان التنمية الاقتصادية للشعب القبل كل شيء العمل بالتنسيق مع النقابات والمنظمات المجتمعية الأخرى المكملة لبعضها البعض وتهتم بكل واحدة في مجالها المحدد وخصائصها بالاحتياجات والوظائف الاقتصادية والاجتماعية الملازمة للمجتمع أو المجتمع المجالس الاجتماعية والاقتصادية من بين المنظمات ذات المنفعة التكملية عن طريق المشورة والمعلومات والإحصاءات والتوجيه الفني والبحث عن أساليب تنظيمية أكثر كمالا والتنسيق المحلي والعام ودروس العملية المستمدة من نفس التجارب المتنوعة مقارنة بالإنتاج والاستهلاك واستغلال ودراسة إمكانيات التنمية الاقتصادية واستغلال الثروات الجديدة المشتركة قد تكون هناك مجالس اقتصادية محلية ومحلية وإقليمية تؤدي إلى المجلس العامل لاقتصاد الوطني الفدرالي لا ينبغي أن يكون لهذه المجالس الاقتصادية أي سلطة تنفيذية ولكن مجرد مهمة استشارية واستشارية يمكن تشكيلها من قبل مندوبين تعينهم الكومون والنقابات والتجمعات وتعاونيات ومراكز الاستهلاك والمنظمات الفنية والثقافية يجب أن لا يكون الغرض من التنظيم الاجتماعي الذي ندافع عنه وندافع عنه هو الربح أو الربح الصناعي أو التجاري أو التلاعب به أو احتكاره من قبل أي مجموعة أو عشيرة أو كيان أو هيئة ولكن الصالح العام يتم تعين أعضاء ذه المجالس التي يمكن تسميتها بالمجالس الاجتماعية والاقتصادية من قبل الهيئات المعنية وتفويضهم إليها على أساس مؤقت قابل للتجديد والإلغاء مع مراعاة للأحتياجات الأساسية والمادية والإنتاجية والمتصلة بها والثقافية والفنية وما إلى ذلك بين المجالس الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن تشكيلها هناك مجالس الغذاء وسكن والملبس والإنتاج الزراعي والحيواني والحراجة وتعدين وصيد الأسماك والنقل والاتصالات وفنون الرسم والصحافة والكتب وصناعة المعادن والصلب والمياه والكهرباء والطاقة المحركة الصناعة الكيميائية فرع الزجاج والسيراميوك فرع الخشب البناء الصحة الثقافة والفنون والترفيه العلوم والبحوث والتقنيات المستودعات والإئتمانات وتبادلات والعلاقات الخارجية والاستيراد والتصدير والتي من خلال فروعها المحلية والجماعية والنقابية والجماعات وتعاونيات والمجموعات المستقلة دون أي مركزية من أسفل إلى أعلى سوف تتشابك في مجلس عامل التنسيق والتضامن بين الكيانات والهيئات المستقلة بدون صلاحيات تنفيذية قد تختلف أسماء المجالس المختلفة التي ندرجها عن تلك التي نقدمها فالاقتران لها التساع أكثر أو أقل وترسيم الحدود حسب التخصص أو الفرع أكثر تنوع أو إسطناع من تلك المشاري إليها وسيتم اعتمادها دائما بشكل مشترك بين الأطراف المعنية وبشكل مباشر دون أي فرض اعتبارات عامة عند رسم أو رسم هذه الطرائق أو الصيغ فإننا نفعل ذلك مع الاهتمام الرئيسية بتجانب التأثيرات والذكريات الاستبدادية وتمركز واستيعاب واحتكار الاتجاهات في المجتمع الفوضوي أو الشيوعي التحرري والرغبة في منح الحرية والاستقلالية المحتوى الحي والبني والوظيفية والعمل ومحفز لمزيد من التقدم وتحسين الصعود نحن نؤسس الطاقة الدينامية لاجتماعية التحويلية والإبداعية في الرجل والمرأة بطبيعة الحال في ضميرهم ككاء متكامل في أنفسهم بشكل فردي وكوحدة مستقلة مرتبطة طوعا بالمجتمع ككل إذا في مراحل التحول ونحو التحقيق الكامل للشيوعية بينما لم تصل التنمية الصناعية والزراعية إلى درجة كافية لأسباب مختلفة لخلق وفرة وحياز فردية مجانية دون اكتناز أو إساءة استخدام جميع أنواع المنتجات يعتبر أن تنظيم التوزيع والاستهلاك داخل نظام التنشئة الاجتماعية التطبيقية أو الجماعية أو الشيوعية الأولية لم يكن ضروريا بل لا يجب أن يكون الأكثر عقلانية وعادلة لدينا نفس الرأي إذا كان سيتم النظر في ملاءمة أو فائدة نظام المكافئات لتوفير تسهيلات الشراء نحن ضده لأننا نخشى أن الأجر إذا لم يكن متساويا وحتى مع ذلك سيقع بشكل قاتل في الظلم ويثير الأنانية والحقد وعلى المدى الطويل من شأنه إحياء لا مساواة إن وجود المال المثير للجدل بالفعل في علم الاجتماع التحرري غير مستحسن أيضا في رأينا وإذا تم إنشاء علامة نقضية على أساس السندات أو القسائم فلا يجب أن تكون مركزية في هيئة من النوع المصرفي ولكن بدلا من ذلك عندما يتم إصدار هذه القسائم أو السندات العملة من قبل الكوميونات داخليا وبشكل عام يجب عليها تمتلك قيمة شرائية وقابلة للتبادل في كل منها تراكم القيم العلامات النقدية في الأنواع أو المنتجات وتراكم أي طبيعة من جانب مجتمع ما أو مجتمع أو شركة قوية أو أكثر أهمية أو أكثر ازدهارا أو منطقة أكثر تطورا بنفس الطريقة التي يجب تجنب ومحاربة المركزية والاحتكار إذا أصبح إنشاء الخطة اقتصادية عامة ضروريا فسيكون من الضروري التأكد من عدم التضحية بالأطراف أو الوحدات المساهمة أو التي تكون مساعدتها ومواردها مطلوبة أو يمكن أن تتأثر وقبولها مسبقا لأنه إذا تم فرض الإرادة العامة وظهورها مع القوة المطلقة لقوة فعالة لا جدال فيها سينشأ خطر الاضطهاد أو الظلم وسيظهر التمرد كرد فعل دفاعي لا مفر منه يجب أن يكون المجتمع ككائن حي تؤدي فيه جميع الخلايا أو التجمعات منها جميع الأعضاء وظيفتها لضمان الحياة والصحة مع اختلاف ذلك الداخل ذلك الكائن الاجتماعي للناس ويتجلى بشكل مستقل ويساهم بمفرده الفردية لإثراؤها وحييتها وبذكاؤها وعقلها ومعرفتها لمنحها الوعي والإنسانية والتنمية المتناغمة ولاندفاع الإبداعي وصاعد يجب أن لا يكون الغرض من التنظيم الاجتماعي الذي ندافع عنه وندافع عنه هو الربح أو الربح الصناعي أو التجاري أو التلاعب به أو احتكاره من قبل أي مجموعة أو عشيرة أو كيان أو هيئة ولكن الصالح العام بعيدا عنه هو التظاهر الذي سيكون بلا جدوى لتحديد الأسس الاجتماعية والأخلاقية والاقتصادية للفضوية في مبادئ توجيهية غير قابلة للتغيير ولا حتى في ضربات واسعة وبتفاصيل دقيقة نحن لا نستخدم الكلمة السياسية لنفس السبب بسبب نفس الارتباك التي تفسح المجال أمامها لأن الديمقراطية تفسح المجال لنفسها إن تطور التاريخ نعرف أنه بعيدا عن اتباع خط تصاعدي مستمر بل هو إثر متموج وامليء بتناقضات ومن خلالها تتطور الأشكال الاجتماعية والاقتصادية الجديدة وتطور الوعي والوعي نفسه يتم التغلب على الأخلاق الإنسانية وتفسح المجال لأشكال وهي أكل ووعي جديد للأخلاق البشرية وتفسح المجال لأشكال وهي أكل ومفاهيم جديدة والتي لها أيضا وجود سريع الزوال في تجديد دائم للحياة لاجتماعية وأشكال ديناميوكيات بداعية دائمة للجديد تطبع تعديلها وبصماتها على حقائق كل مرة في كل مدينة وفي العالم إن جدلية الحياة هي التي تخلق تلك الجرافيم التي تعطي الزخم للتقدم مرورا بدماغ وضمير والإرادة لكل شخص وتشكيل حقائق سريعة الزوال في أشكال ندرك هذا فوضويين يناضلون من أجل جميع المحققين التقدميين الجاريين والحفاظ على الروح الثورية حية ونشطة لا نضع عقبات أو حدود لبناء غد حر في عملية تطوير مستمرة ونقتصر على هذه الملاحظات حول موضوع لا تنظيم الاقتصاد في مجتمع ناركي أو خلال مرحلة الانتقال الثورية نحو الفوضى دون أي ادعاء شامل وكمساهمة في الفكر والمحتوى المشترك في المساهمات في العقيدة التحررية دون أي ادعاء بالأصالة